الأول ما أولاً، كلمة كبيرة عن خطوة كبيرة دعني أقاعد عندك أي شيء مختصر لأي كلمة يعتبر كبيرة مثلاً عندنا ST تنطق STREET عندنا كلمة MON عندنا ET C يعني باختصار، الابريفيشن هي حروف من نفس الكلمة يعني ما تكون لك كلمة جديدة أو ما نأخذ حرف واحد لا، نفس الكلمة نفس الحروف طيب تعالوا نطبقها على الورقة عشان توضح معاكم أكثر طيب الابريفيشن يقسم إلى إنيشاليزم ويقسم إلى أكرنيم هذا خلوا بعدين عشان هذا وهذا لو فهمتوا رح تفهموا هذا So let's get started طيب الانيشاليزم هي إنك تاخد أول حرف من كل كلمة فتصير اختصار مثلاً مثلاً عندنا FBI FBI هو اختصار ل Federal Bureau of Investigation يعني أخذنا أول حرف من كل كلمة كون لنا FBI طيب عندنا أمثلة أخرى للإنيشاليزم UN United Nations UK United Kingdom USA United States of America FAQ يعني باختصار الانيشاليزم هو إنك تاخد أول حرف من كل كلمات تصير اختصار ولكن لا بد من نطق كل حرف على حدة يعني ما تقول FBI لا FBI UN UK ما ينصح تقول يك ين لا طب الحين نروح للأكرنيم الأكرنيم هو النفس الانيشاليزم إنك تاخد أول حرف من كل كلمات تصير اختصار ولكن في فرق بسيط جداً اللي هو إحنا قلنا اللي في إنيشاليزم لازم تنطق كل حرف على حدة مثلاً FBI لكن في الأكرنيم تنطقها ككلمة جديدة NASA, NATO, ASAP, OPEC فكلمة ناسا هي اختصار ل National Aeronautics and Space Administration يعني ناسا هي اختصار فصارت كلمة واحدة تنطق و OPEC هو اختصار ل Organization of Petroleum Exporting Countries اللي هي منظمة OPEC طيب الحين نيجي عندي الاختصار الاختصار إن الإنيشاليزم هو اختصار مكون من أوائل حروف العبارة ينطق كل حرف على حدة مثل UN, UK, USA ما الأكرنيم هو نفس الإنيشاليزم لكن ينطق كأنه كلمة واحدة مثلاً NATO, NASA, OPEC, ASAP, RIDAR موسيقى طيب بعد ما فهمنا الإنيشاليزم باقي عندنا الابريفياشن الابريفياشن هو اختصار من نفس الكلمة من نفس الحروف يعني تم تقليصها فقط مثلاً هذي Monday, October, Street تنطقها كلمة ما تنطقها يعني ما يمديك تقول من أو M-O-N لا تنطقها على طول Monday, October, Street فهذه فقط في الكتابة أما في النطق تنطقها على طول ما تختصها ومن هنا نستخرج قاعدة أنه كل أكرنيم يعتبر أبريفياشن وليس كل أبريفياشن يعتبر أكرنيم فهمت ولا لا وكل إنيشاليزم يعتبر أبريفياشن ولكن ليس كل أبريفياشن يعتبر إنيشاليزم والإنيشاليزم والأكرنيم هما أبريفياشن والإنيشاليزم والأكرنيم يعود إلى الأبريفياشن يعني الأبريفياشن هو الأساس يتفرع منه إنيشاليزم والأكرنيم وهذا اللي كلهم يعودوا لهذا